نعود في هذا اللقاء أيها الكرام إلى عبادة قلبية من أعظم العبادات الذين يعتقدون أنهم يطبقونها كثيرين ولكن المطبقين لها قلة والمطبقين لجوهرها أقل القليل موضوع خوف أتكلم هنا عن الشكر شكر الله سبحانه وتعالى بعض الناس إذا رأيته وسألته عن حاله قلت كيف حالك يبدأ يعطيك همومه يقول أن عندي المشكلة الفلانية وعندك هذا وعنده يبدأ يتذمر ويتصخط وينسى نعم الله سبحانه وتعالى هناك في أثانية تظن أنها تطبق الشكر تقول له كيف حالك يقول لك الحمد لله ولكنه يقولها بلسانه ولكن قلبه فيه تذمر وفيه صخط إذن الأول ما شكر لا بلسانه ولا بقلبه الثاني شكر بلسانه دون قلبه تقول له أخبارك يقول لك والله الحمد لله ولكن قلبه معترض وقلبه لا يذكر إلا ما عنده من مشاكل وما عنده من هموم وهناك في أثالثة هي هذه اللي عليها الكلام هم هؤلاء الصفوة الخلاصة هي هذه صفة الصفوة كما يقال وهو الذي يشكر بلسانه وقلبه يشكر باللسان وبالقلب تقول له كيف حالك يقول لك الحمد لله بخير ونعمة الحمد لله ويجلس يحمد الله مع إنه عنده مشاكل وعنده هموم وعنده كذا لكنه يرى كما يقال النصف الممتلئ من الإناء فيقول الحمد لله باستشعار كامل لكل نعم الله سبحانه وتعالى وهذا كما يقول أهل العلم الفرق بين الشاكر والشكور الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ قِلَّة من هو الشكور؟ الشكور هو الذي يشكر باللسان وبالقلب معا وَلَا يَرَى إِلَّا نِعَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَاءُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا فَيُجِيبُ اللَّهُ أَلَيْسَ اللَّهَ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ إذن هذه الآيات تعتبر مرجع لنا في هذا الأمر وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ يقول ابن عباس أي جعلنا بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء ليفتتن الفقير بالغني والغني بالفقير جعلناهم لبعض فتنة وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَاءُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ماذا يعني هذا الكلام ماذا يعني هذا السؤال كأنه يقول ياربي اشمعنا فلان اشمعنا فلان يا ربي أنت أعطيت كذا لماذا امتننت على هؤلاء دوننا فتأتي الإجابة أليس الله بأعلم بالشاكرين إذن فكأن عطاء الله ومن الله اقترن بالشكر فكلما شكرته أكثر أعطاك أكثر وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم والله يا أيها الكرام أعرفه أعرفه لو جبت لكاسة موية باردة يمسكها ويقول الحمد لله الحمد لله وصدق الله أليس الله بأعلم بالشاكرين سبحان الله العظيم تأمل معي يا أخي الكريم عندما يقول الله والله يحب الشاكرين إذن بمفهوم المخالفة فإن الله لا يحب الذين لا يشكرون صحيح إذا كان الله يحب الشاكرين إذن فإنه لا يحب غير الشاكرين وهذا منطقي يعني أعطيك مثال لو جاء إليك ابنك وقال لك أبويا أبغى فلوس فأعطيته مثلا عشرين ريال أو ثلاثين أو كذا حسب قدرتك يعني فأخذها وقال عشرين ريال إيش أسوي فيها العشرين هذه إنت تعرف العشرين هذه تكفي في هذا الزمن في هذا الوقت منطقا إيش بتسويله تقوله طبيب ويعطيني العشرين هذه وتأخذها وتحطها في جيبك وتقوله توكل على الله ما فيه لا عشرين ولا غيرها وهذا منطقي أنا أعطيك شيء خلص هذه هي قدرتي أنا أعطيك شيء أنا أعطيتك عطاء بدل أن تشكرني تتذمر وتتألم وتعترض وتغضب قول الحمد لله لذلك سبحان الله العظيم انظر إلى الأحاديث التي فيها شكر تجد لها أجر وفضل عظيم لا يتخيله أحد انظر إن الله ليرضى عن العبد إذا أكل الأكلة حمد الله وإذا شرب الشربة حمد الله يرضى عنه فإذا رضي عنه فماذا يريد بعد هذا من الدنيا انظر عندما يلبس ثوبا جديدا فيقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا ورزقتنيه من غير حول مني ولا قوة فمن قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه كل ما تقدم من ذنبك يغفر بهذه الكلمة وحدها ليه؟ لأنه فيها استشعار للضعف فيها استشعار إصداء الشكر للمنعم يفرح سبحان الله العظيم إصداء الشكر أنت لما تجيب الواحد هدية ويشكرك ويثني عليك والله يجزاك خير والله يعطيك العافية أنت تفرح طب لو أعطيت هدية وازور عنك وتركك وغضب ورماها سبحان الله العظيم ستغضب لو كان الله سبحانه وتعالى أعطاك نعمة حتى لو أنت كنت تظن أنها قليلة أشكره عليها فإن الشكر يبارك في القليل طيب واحد سمع هذا الكلام ويريد أن يشكر الله طيب أنا أشكر الله على إيش؟ نعم الله كثيرة ما أستطيع أن أشكر على كل النعم وينما أنظر نعم الله تحيط بأشكر على نعمة السمع ولا البصر ولا اليد ولا الرجل ولا العقل ولا الإسلام ولا الأمن ولا الولد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك الحل دعاء إذا قلته أديت شكر يومك من قال إذا أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر من قالها إذا أصبح فقد أدى شكر يومه ومن قال إذا أمسى اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أديت شكر ليلتك هذا ما تيسر وفي اللقاء القادم سنكمل بإذن الله عن الشكر جعلني الله وإياكم من الشاكرين أبت نفسي تتوب فمحتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارا بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوال يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي